أمنيا فككت مصالح الأمن الوطني بإقليم ولاية تتبسى شبكة دولية متخصصة في استرادة وحيازة وترويج وتصديل المخدرات بطريقة غير الشرعية وحسب المعلومات فإن العملية تم تنفيذها من طرف رجال الشرطة العاملين بالفرقة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والتي يقع مقرها بدائرة الحجار في عنابة حيث تم حجز كمية معتبرة من المخدرات تجاوزت السبعين كيلوغرام من الكيف المعالج كما أوقفت ستة أشخاص مشتبه بهم في هذه العملية النوعية التي أصفرت أيضا عن استرجاع مبلغ مالي كبير من العملة الصعبة قدر بأربعين ألف أورو كان بحوزة أحدهم